السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرة من مطبق مرة النهاردة هنعمل مع بعض صنية جمباري بالبطاطس حاجة كده وهم بجد اختراع جميلة جدا 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 هتاكلوا البطاطس وتسيبوا الجمباري من كتر حلوتها وجمالها طريقة سهلة وبسيطة تعمليها وانتي وقفة مش هتكملي ربع ساعة تكون عندك احلى صنية بطاطس بالجمباري بصوا البطاطس دايبة ومستوية وجميلة زي في نفس الوقت القطعة بقطعتها مش مهرية وبصوا الجمباري هو سخنة بس انا عايز اوريلكم طبعا عملت جمبه رزة ابيض عايز اوريلكم قدقي الجمباري مش بيشد وبيتقشر بمنتهى السهولة يعني ما جلتش معينة ولا اي حاجة ودي سر من اسرار التسوية بتاعته بصوا وبس سخنة فانا ايه بشويش عليه بصوا بالقشرة بتطلع بسهولة لو الجمباري القشرة ما طلعتش بسهولة زي ما انتم شايفين كده ولزقة في اللحم تعرفوا انه اخد سوى زيادة وكده ما يقباش حلو معي خلص طبعا بدلت اقشر بمنتهى السهولة كده يعني الجمباري بتاعنا سوية مظبوط جدا بصوا انا حبيت اوريلكم عشان تعرفوا ازاي بنسوي الجمباري ودي طريقة سهلة جدا تطلع الجمباري بتاعك مستوي وجميل وطاري وجوسي بصوا جميل ازاي مستوي جدا وفي نفس الوقت مش بيشد يلا بينا نشوف الطريقة والمقدير ونعرف ازاي نسوي الجمباري كده والغلطات اللي بنقع فيها ان الجمباري بيجلت بيشد بيعمل زي البلاستيك مش هنقع فيها تاني اول حاجة معايا ايه بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى عايزك ما تنسيش تعملي لايك وشير هنا نشوف الطريقة هنا عندي جمباري زي ما انتم شايفين كده انا شلت الكيس الرملي من ورا كده بالخلة واسقصت اللي هي الشنابيت والزعينف بتاعته يعني يعني عشان بس احنا هنحطه ايه في صناية بطاطس وبعدين جبت معلقة من التدبيلة القطيرة اللي احنا بنعملها على طول شايلنا في الفليزر طبعا التدبيلة دي هتقل لي ما عندوش هحط لكلين كدت دي لف صندوق الوصف لشان تقبع عندوكم على طول زي كده بس اللي ما عندوش هي فلفل ولمون وكمونو كسبرة وملح واتوم و بس كده وخل ونقلق ونفرم كلهم مع بعض في الكبه ونحتفظ بها ببرطمان في الفليزر او في التلاجة عادي زي ما انتو شايفين كده قلبت تقليبة كده وطبعا ان هي فيها لمون وخلو كل حيو بس انا حبيت ازود كمان ايه عليها نصف لمونة كده وهقلب الجنباري مع التدبيلة الحلوة دي وهاسيبه بقى على جنب عندي بطاطس وطماطم وفلفل فلفل رومي او حامي او الوان زي ما تحبي انا فلفل رومي عادي بس هو محمر شوية وعندي طماطم وبطاطس وكسبرة وبصل اول حاجة حطيت هنا زيت الحلة كان مترحة مية يعني متاخدوش في بلكم انا بشتو في الحلل بعد ما طلحها من الدولاب تيمي اه حطيت هنا زيت وحط عليه على طول البصل اقطعه كده ايه زي الشرويح زي الجوليان كده بصو اسم البصلية اتنين واقطعها جوليان كده بقطع البصل على طول وانا بعمل علشان ما يرحت وما تغيرش يعني انا محضرة كل ما ادير وفضل البصل هي اللي ايه بس بقطعه على طول حطيت الزيت يا دوبك دفع كده وحطيت وبقطع عليه البصل اقطع بصلتين حلوين كده زي ما انتم شايفين كده انا بحب اقطعه جوليان كده انت طبعا تقدري تفروميه تقدري تقطعه كبير مكعبات التقطيع اللي تعجبك ما مش شرط خلص التقطيع اللي انا مقطعه بس انا يعني علشان الجنبريات بشبه البصلية كده وحط عليه على طول ملح انا بحب مع البصل احط ملح وهقلب البصل كده لغاية لما حسه دبل هحس البصل بتاعي بس هنزل عليه على طول بالفلف والطوم برضو والطوم هقطعه كده زي ما انتم شايفين شرايح طبعا عايزة تفروميه عايدي افروميه ومكان فستطوم مش كتير وهفضل اقلف فيهم كده لغاية لما يدبلوا اول ما حسهم دبل وكده او ابتدوا حطيت لهم كده معلقة صغيرة من كل حاجة معلقة صغيرة فلفل اصمر ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كصبرة نشفة دي التوابل كلها بتاعتنا عايزين تحطوا بغارات سمك زي ما انتم حابين بس الجنبري بيبغاني اسيسا مش محتاج خلص اي بغارات زيادة هقلب كل الخضار كده مع بعض واول لما حسه دبل وريحة التوابل طلعت معي هبتدي انزل عليه على طول بالجنبري بتاعي اللي احنا متبلينه قبل ما نتبله طبعا غسلناه حلو جدا 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 اه وطلعنا الكيس الرملي وقصناه وعصرنا له كم لمونة وشطفناه بعد كده سلناه يتصفه وتبلنيه زي ما انتم شايفين كده طبعا تطلع الكيس الرملي من الجنبري انا عملته معكم كزا مرة فتحته مرة من الظهره وكزا مرة شلناه كده بالخلة هبس بلكم اللينك بتاع تنظيف الجنبري في صندوق الوصف هقلبه كده طبعا مش بقلب بقبل معلقة غلوصة عشان يتيريش هفضل ايه انطقه كده زي ما يقوله بالحلة بس كده اول لما لون اتغير على طوله ودينا اللون الجنبري كده هبتدي اشيل الجنبري احاول اشيل الجنبري بس يعني من الحلة يعني عشان طبعا لو سبنيه يدوبك بصتو لونه غير بس هشيله لان لو سبته اكتر من كده ايه اللي هيحصل هيجلد وهيشد دمعي ويبقى ويحش جدا انا هشيله وهحطه تاني بس لما ايه لما نحط البطوطس وتدخل في التسوية كما قلتلكم بقى اشيل الجنبري كله علشان لو سبته هيجلد يدوبك لونه غير مش بسيبه على النار اكتر من كده انا عايزة لونه غيره في نفس الوقت اخد من طعم البصل والطوايب اللي احنا حطنا كمية البطوطس وتقطيعة البطوطس التقطيع اللي تعجبك هستعملها سوابع دوير عايزة كبير من الكنزاء زي ما انت عايزا والكمية اللي تحب بيها عايزة تحط بطوطس كتير حتي yazيها تحط بطاطسة واحدة زي ما يعجبك انا من كترة ما أنا بحب البطوطس اكتر من الجنبري انا وليدي حطت كمية بطوطس كتير شوية يعني اكتر من نص كيلو هبتجي قلب بقى البطوطس كده مع البصل وكده لغاية لما ايه احس ان البطاطس تتشوحت شوية وبعد اما البطاطس تتشوح شوية كده مع البصل وكده يعني يقدلها ايه تشويحة علشان لما تيجي تستيوم القاش اتهرت معي وتحتفز بشكلها هنزل عليها بالطماطم حوالي طماطمتين كبار والطماطم برضو عايزة تزودي بتحبيها وتبقى جوسي اكتر وتبقى فيها زي طماطم اكتر زودي الكمية ممكن تخليهم تلات طماطم عادي جدا طماطم برضو التقطيع اللي تعجبك احنا مش ملتمزمين باي تقطيع في كل انواع الخضور وبعد اما حطينا الطماطم ازود لها حوالي نص كبية مية بس مش اكتر وهقلبها وهسيبها بقى غطيها وهسيبها تستوي وهد يعني اول اما تغلي ههدلها النور ان هي على نار عليها على كده اول اما تبتجي تغلي ههدل النور واسيبها ايه تستوي بصوا بعد اما البطاطس دخلت في السبع بصوا الجميل بقى طبعا شربة من الجو من السوس والا والا والحاجات اللي نزلت من الجنبري فطبعا حاجة خطيرة طعمها فهنزل عليها على طول بالجنبري بتاع اللي احنا كنا الدينالو يعتبر صدمه بس وهقلب الجنبري مع البطاطس تقليبة خفيفة كده علشان الجنبري بتاع ميته الريش وهنزل عليه كده بحبة آآ كوزبرة خضرة ممكن كمان تحطي بقدونس اللي يريعك بس انا بحس اطعم الكوزبرة آآ تعمل ده بقدونس اسفل ممكن تحطوا بقدونس وممكن تحطه كسبرة بس انا بحس تعمل بقدونس احلى بكتير في الوصفة ديت فاللي يعجبك ممكن تحطي اللي اتنين انا حطيت كده البقدونس وبقلب بشويش بس عشان هي جنبري بس طو البطاطس بقلبها وما تهاريتش ولا اي حاجة خلص كده هطفي عليها النار ما هصبها في الصينية ممكن تحطيها في طاجن صينية بايركس صينية ألمونيا اي حاجة تحطيها تدخل الفرن هتنفع على طول انا هحطها في صينية بايركس جبت الصينية وبحسبني بصورت لقعت ما بصورش وفضتها في الصينية والكل ده بحسبني بصور بس العموم هون فضتها على طول وبس كده يعني ما عملتش فيها اي حاجة حطتها في الصينية وما عملتش فيها اي حاجة كان في باقي في الحلة فنزلت عليها واعرش عليها من فوق رشة كسبرة خضرة وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 قاعدت معي 7 دقايق بالضبط ما بقى على الرف اللي في النص ومولى على الارضية بس مش مولى على الشويدة شكلها بعد ما طلعت حاجة كده اقسم بالله وهم بجد جربوها مش هتعملوا غير الطريقة دي على طول خطيرة خطيرة بصوا بتباكباك ازاي اشان لسه طالع اعمل الفرق عملت طبعا جنبها رز ابيض زي ما انتم شايفين وهحط لكم بقى كده انا زي ما شفنا في اول الفيديو علشان اوري لكم قد ايه بصوا قطع البطاطس مش مهرية ولا اي حاجة وفي نفس الوقت الجنباري مستوي ومش بيجلد ولا بيشد لان طريقة التسوية دي اهم حاجة من سيبش الجنباري فترة كبيرة على النور دي اهم حاجة زي ما انتم شفتوا كده الطريقة كانت سهلة وبسيطة ما خدتش في ادينا وقت خالص والطعم بجد ولا احلى من كده يارب يكون طريقتي النهار ده في عمل سنية الجنباري عجبتكم ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة